اشتركوا في القناة السيرة النبوية حلقات اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم هذه المرة سنتكلم عن موضوع جديد ضمن هذه السلسلة الكريمة كنا تحدثنا في حلقة اولى في مقدمة عن السيرة النبوية تعريف السيرة النبوية ومصادر السيرة النبوية وفوائد دراسة السيرة النبوية وتحدثنا في حلقة ثانية عن أنساب العرب وأقسام العرب وفروع العرب ومن إلى من يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من ترجع قبيلته في أنساب العرب ومن أي العرب هو صلى الله عليه وسلم هل هو من العرب العاربة أو من العرب المستعربة وفصلنا في ذلك حسب بصفة مختصرة اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوع متم لتلك المعاني وهو انتشار العدنانيين طبعا العدنانيين هم أبناء عدنان ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام انتشار العدنانيين خارج مكة المكرمة باعتبار أنهم كانوا يسكنون مكة لكن خرجوا يا ترى لماذا خرجوا من مكة وما هو السبب في خروجهم ثم سنتكلم عن قصي قصي هذا كان سيدا لقريش وكان سببا في إدخال قريش إلى مكة المكرمة كيف أدخل قصي قريش إلى مكة وما هي الأحداث التي تالت ذلك هل كان الأمر بالسلم أم بالحرب ثم سنتكلم عن قريش أو عن قبيلة قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت بعد هلاك قصي إذن أولا سنتكلم عن انتشار العدنانيين أحفاد إسماعيل عليه السلام أثناء حكم خزاعة لمكة المكرمة إذن قلنا في الحلقة الماضية أن مكة المكرمة طبعا المعروف أنه بناها إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعلى نبيه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك هاجر إبراهيم وترك ابنه إسماعيل شبى إسماعيل عليه السلام وجاءت قبيلة جرهم جرهم الثانية وهي قبيلة قحطانية يمنية وطلبت الإذن وسكنت في مكة ولما شب إسماعيل حكم مكة مدة أو حوالي مئة سنة ثم لما توفي إسماعيل وعمره تقريبا مئة وسبعة وثلاثون سنة حكم بعده الجراهمة حكم مكة المكرمة إلى أن زمن طويل ربما يقدر بـ 2000 سنة أو 21 قرنا يعني 2100 سنة ربما هذه حسابات تقديرية بعد كل هذه المدة ظلموا الحجيج وظلموا الوافدين والقاطنين بمكة وأخذوا أموالهم وسلبوهم ولذلك يعني غضب منهم العدنانيون وأخرجوا الجراهمة أخرجوهم من مكة بمساعدة كبيرة من خزاعة هذه الخزاعة هي القبيلة أيضا القبيلة اليمنية القحطانية من العرب العاربة كانت تسكن أيضا هاجرت من اليمن وكانت تسكن فوق مكة في مكان يقابله مر الظهران ثم دخلت إلى مكة المكرمة بمساعدة العدنانيين وأخرجت جرهم واحتلت جرهم حتى قال شاعر جرهم كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يصمر بمكة سامر هذه كلها ذكرناه في الحلقات الماضية حكمت خزاعة مكة من سنة 250 إلى وقت أو إلى دخول قريش إلى مكة المكرمة كما سنتحدثه بعد قال بإذن الله في حكم خزاعة انتشر العدنانيون قلنا أحفاد إسماعيل عليه السلام في نجد وفي أطراف العراق وفي البحرين طبعا البحرين في ذلك الوقت لم تكن البحرين يعني الدول الصغيرة المعروفة الآن البحرين كل الخليج العربي كان يسمى البحرين كل الخليج العربي كان يسمى البحرين فكانت دولة البحرين دولة كبيرة يعني وليس نسبيا طبعا وليست هي البحرين المقصودة الآن إذن انتشر العدنانيون خرجوا يعني من مكة المكرمة من مكة إلى نجد إلى وسط الجزيرة العربية وإلى البحرين إلى شرق الجزيرة العربية وإلى جهات قريبة من العرق إلى العرق وجهات قريبة منه طبعا كل هذا بسبب أيضا ظلم خزعة حتى خزعة ظلمت الجراهم ظلموا وخزعة أيضا لما طال الأمد بهم ظلموا أيضا فكان ظلمهم سببا في خروج العدنانيين إلى مناطق مختلفة كما ذكرت من الجزيرة العربية السؤال هنا إذا كان العدنانيون خرجوا من مكة من بقي بمكة ومن بقي بأطراف مكة الذين بقوا بمكة طبعا هم الخزاعيون لكن الذين بقوا بأطراف مكة هذه صورة لمكة النسبية الذين بقوا بأطراف بجوانب مكة هم بيوتات متفرقة من بني كنانا قلنا أن كنانا هي قبيلة كبيرة وكنانا أصلا هو جد من جدود النبي صلى الله عليه وسلم وتطلق اسمه على قبيلة كبيرة متفرعة إلى قبائل ليس هذا هو وقت الحديث عنها ربما تحدث عنها إن شاء الله في مناسبة أخرى وبقيت بطول من قريش حول المكة المكرمة خارج مكة طبعا بيوت متقطعة هنا وهنالك لما نقول قريش ونقول كنانا ليستا قبيلتان من أصول مختلفة قريش هي قبيلة هي فرع من كنانا لكن لما كبرت قريش وصار لها كيانها الخاص أصبحت قريش وكأنها قبيلة مستقلة عن كنانا وفي الحقيقة قريش من كنانا جزء من كنانا إذن قريش كانت خارج مكة أو في وقت حكم القزاعيون كما كانت كنانة أيضا خارج مكة المكرم هل كان لهم من أمر مكة شيء أبدا لم يكن للعدنانيين المتمثلون في قريش وفي كنانا لم يكن لهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيئا يذكر حتى جاء هذا الرجل وهو قصي بن كنانا قصي هو جد للنبي صلى الله عليه وسلم الجد الخامس أعتقد أو الرابع طبعا هو عبد المطلب عبد المطلب ثم هاشم عبد المناف وقصي فهو الجد الرابع إذن فقصي هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس بعيدا جدا إذن قصي هذا كانت له حكاية كبيرة يذكر من أمره أن أباه مات مات والد قصي وهو صغير وهو في حضن أمه فتزوجت أمه رجلا آخر من بني عذرة فاحتملها إلى بلاد إذن سافر الرجل مع أم قصي وأخذها إلى الشام فلما شب قصي وأصبح شابا راجع إلى مكة أخبرته أمه أن لك أعماما أن لك عمومة في مكة فارجع إليها طبعا نظرا لأهمية مجاورة البيت ونظرا لأن مكة يعني رغم أنها لم تكن يعني مسيطرة على مكة لكنها من أبناء إسماعيل ومن أحفاد إسماعيل ولها نسبها ولها يعني شأنها حتى قبل أن تدخل إلى مكة فرجع الشاب قصي بن كلاب رجع إلى مكة المكر وكان من أمر قصي أنه كان الله أعلم ربما كان يسيطر إلى إخراج خزاعة من مكة فماذا فعل تزوج من ابنة زعيم خزاعة زعيم خزاعة في ذلك الزمان كان اسمه حليل حليل الخزاعي فخطب قصي هذا الشاب الذكي المتوقد ذكاء الشجاع خطب ابنة زعيم القبيلة حليل ابنته حبة كان هكذا تسمى حبة خطبها وتزوجها فلما مات زعيم القبيلة حليل قامت حرب بين خزاعة مسيطرة على مكة وبين قريش قريش الذي كان التي كان يسيطر عليها قصي وابنته ابنته حبة هي من خزاعة فوقع صدام انتهى هذا الصدام بتغلب قصي على أمر مكة وقع صلح وخرجت خزاعة من مكة المكرمة ودخلت قريش لأول مرة بفضل بفضل الله سبحانه وتعال لكن كان يعني سبب في ذلك وهو قصي الذي يعني عمل هذه الحيلة أو لست أدري هل كانت حيلة مدبرة منه أم يعني هي الأقدار فإذا فسادت قريش على مكة المكرمة لما دخلت أو لما أخرجت خزاعة من مكة المكرمة طبعا قصي استولى على أمر مكة والبيت في أواصط القرن الخامس للميلاد يعني سنة ربعمائة وربعين ميلادية تقريبا وبذلك صارت لقصي ثم لقريش بعد قصي أصبحت له السيادة التامة والأمر النافذ في مكة المكرمة وصار قصي من الكيل أب هذا الرئيس الديني والدنيوي وكان يعني يملك في يده أو قبض في يده بكل السلطات فكانت مكة تفيد إليها يفيد إليها الحجيج من كل أنحاء الجزيرة العربية فكانت قريش هي المسيطرة في ذلك أو بدأت سيطرة قريش على سائر العرب لما لها من شرف حماية البيت الكريم والإشراف على شؤونه أي السيدانة والرفادة والحجابة والسقية الرفادة بمعنى إكرام الحجيج والسقية سقياهم والسيدانة يعني السيدانة الكعبة وما كان فيها من أصنام وحولها والعياذ بالله تعالى فصار قصي هو زعيما لقريش وقريش زعيمة للعرب خلاصة لحكم مكة إذن حكمها إسماعيل ثم حكمتها جره ثم حكمها خزاعة ثم حكمتها قريش من ربعمائة وربعين إلى سقوط قريش في فتح مكة عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المقر طبعا من مآثر قصي بن كلاب أنه أسس دار الندوة دار الندوة هذه كان لها مهام سياسية واجتماعية وحربية وجعل بابها إلى المسجد الحرام كانت هذه دار الندوة مكان اجتماع أو مقر قريش تجتمع فيه ضمنت هذه الندوة التي استحدثها قصي بن كلاب وهذا من دهائه ضمنت اجتماع الكلمة يعني اجتماع كلمة قريش فلا تتفرق أبدا لأنه إذا تفرقت الكلمة ضعفت القبيلة فضمن اجتماع كلمتهم طبعا بالنقاش الذي يحدث في هذه الدار كان يدخل وسادة مكة وكبراء يعني فروع قريش وكان يتم فيها أو كانت تتم فيها عقود القران السواج وغيرها من العقود البيع والشراء وغير ذلك إذن فطابع اجتماعي وطابع سياسي وطابعون أسكري أيضا حيث أنها كانت تعقد فيها رايات الرايات والألوية طبعا للخروج إلى القتال ومن مظاهر السيادة والرياسة والتشريف التي حازها قصي أنه كان رئيسا لدار الندوة هو الزعيم المسير لدار الندوة يعني للبرلمان السياسي لقريش وكان أيضا هو المسؤول عن عقد كل لواء أو راية تخرج للحرب فكانت السلطة السياسية في يده السلطة الشريعية والسلطة الدفاعية إنجاز التعبير وزارة الدفاع اللواء عقد الألوية والقيادة قيادة أو إمارة الركب قوافل سواء كانت للتجارة أو لغيرها فكان يسيطر على كل هذه الصلاحيات أو الوزارات إن صحى التعبير هذا من جانب الدنيوي من جانب الدين كان يملك أو كان مسيطرا أيضا أو كان صاحبا للحجابة فلا يفتح باب مكة إلا قصي وهو الذي يأمر أو يلي أو يشرف على خدمة وسدارة بيت الله الحرام الكابة المشرفة أيضا كانت له شرف سقاية الحجاج وهي أنهم كانوا يملؤون للحجاج حياظا من الماء يحلونها بشيء من التمر والزبيب هذه الماء يجعلونها حلوة بأن يضعوا فيها شيء من التمر والزبيب فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة مكرمة كل هذه السلطات كانت في قبضة يهو وحده قصي من قلاب هذا يعني يظهر أنه كان ديكتاتوريا إلى أكبر قدر ممكن ورفادة الحجاج وهي إطعام الحجاج من طعام كان يصنع لهم على سبيل الضيافة وحتى أنه فرض على قريش شيئا من المال الخراج شيئا من المال يدفع في مواسم معينة تدفعه قريش إلى قصي من أجل أن يصنع الطعام والشراب يعني ما يعرف به الرفادة والسقية ونال هذا الشرف العظيم وكان مسيطرا كما قلت على دنيا الناس دنيا قريش وعلى دينها كان لقصي أبناء طبعا هذه معلومات مهمة لمن أراد أن يحيط نسبيا طبعا بسير النبوي الشريف وما هي في الحقيقة إلا دقائق يعني يمكن الإنسان أن يسخرها قلت كان لقصي ثلاث أبناء عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة عبد مناف كان أشرف هؤلاء الأبناء الثلاث طبعا وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزة طبعا هو جد خديجة رضي الله عنه وكان عبد الدار أقل شأنا من أخويه فيما يخص عن السيادة كان عبد مناف يشبه والده قصي في الشرف والسيادة وكان عبد العزة أيضا بينما عبد الدار لم يكن يشبه والده في الزعامة والسيادة فماذا قال له قصي؟ قال له لألفقنك بالقوم وإن شرفوا عليك من يقصد بالقوم يقصد ولديه عبد العزة وعبد المناف فألحقه بهم بأن ترك له كل هذه الصلاحيات التي تكلمنا عنها قبل قليل تركها لعبد الدار وراضي أخواه عبد المناف وعبد العزة بشور أبيهم وبوصية أبيهم فقبلوا بأن يكون عبد الدار زعيما عليهم فأوصله بما كان يليه من مصالح قريش كلها دار ندوى واللواء والرفادة والقيادة والسقايا والحجاب كل ما كان في يد قصي أصبح بعد وفاته أو بعد هلاكه أصبح في يد ابنه عبد الدار وقبل عبد المناف أخوه عبد المناف وأخوه الثاني عبد العزة قابلوا بهذه الوصاية ونفذوا هذه الوصاية لكن لما جاء أحفاد عبد المناف وأحفاد عبد العزة لم يقبلوا أن يرث أبناء عبد الدار أن يرثوا هذه الأمور كلها من والدهم عبد الدار فتنازعوا ووقع خصام بينهم وكان هذا الخصام كاد أن يؤدي إلى قتال كبير فتداعوا جميعا إلى الصلح طبعا الآن نحن نتكلم عن أبناء عبد الدار الذي أوصله أبوه قصي بكل شيء ونتكلم عن أبناء عبد المناف لمنهم هاشم وغيره ونتكلم عن أبناء عبد العزة تخاصموا وتصالحوا فكان الصلح على ما ترون إذن قصي قلنا أوصل لعبد الدار بكل شيء وقابل عبد المناف وعبد العزة لكن لما توفي عبد الدار لم يقبل أبناء عبد المناف ما قابله أبوهم ولم يقبل أبناء عبد العزة ما قابله أبوهم فطالبوا بنصيبهم من هذه الوزارات إن صح التعبير فوقع الخلاف بين أبناء عبد الدار وأبناء عبد المناف وأبناء عبد العزة فأخذ عبد مناف أبناء عبد المناف أقصد منهم المطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمس أربعة فأخذ هاشم السقاية والرفاد يعني إكرام الحجاج إطعامهم وسقياهم وأخذ عبد الشمس القيادة قيادة المواكب والقوافل وغير ذلك وبقي عند أبناء عبد الدار الأمور الأكثر تشريفا الأمور الدينية طبعا حتى السقاية والرفادة هي نوع من الدين وهو إشراف على حجاج بيت الحرب لكن كان اللواء وهو يعني السلطة العسكرية والحجابة والسلطة السياسية والتشريعية وهي الندوة سياسية والتشريعية دار الندوة والحجابة مكة المكرمة هذه بقيت في أبناء عبد الدار هكذا كان الأمر في قريش في وقت يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم هكذا ورث هاشم السقاية والرفادة وعرف فضله وخيره بين الناس الآن بالنسبة لديانة العرب حتى نعرف كيف أصبح الناس في قريش يعني جهالا إلى هذه الدرجة عبدت للأصدام طبعا العرب كانت تدين بدين إبراهيم عليه السلام منذ أن نشأت أو منذ أن جاء إبراهيم عليه السلام وانتشر الإسلام في دين العرب أو انتشر الإسلام عفوا في الجزيرة العربي وكان يعبدون الله سبحانه وتعالى ويوحيدونه بدليل أن الحنفية أو الحنيفية السمحة بقيت حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي هناك أفراد قليلون كانوا يعني متحنثين وكانوا على الحنفية السمحة أي على الإسلام حتى طال عليهم الأمد ومضت القرون ونسوا شيئا كثيرا من وحدانية الله أو من توحيد الله خاصة وأنه جاءهم رجل وهو كما قلنا ليس كما قلنا وهو رجل من خزاعة قلنا أن خزاعة كانت بمكة وكان لها من أمري في مكة فكانت تشرع يعني وكان زعيمهم هذا عمر بن لحي الخزاعي كان رئيسا لخزاعة وكان رجلا على قدر كبير من المعرفة أو الدين هكذا ظنوه ظنوه أنه على قدر كبير من الدين المعرفة فهو أول من بدأهم بعبادة الأصناع ذهب إلى الشام كان شخصا معروفا بدينه كما قلت ذهب إلى الشام وأحضر أو ثانا من هناك لما ذهب إلى الشام رأى أهل الشام يعبدون الأوثان فظن أنه أن هذه هي العبادة الحقيقية فقادم معه بهبل الصنم الكبير وجعله داخل الكعبة في جوف الكعبة ودع أهل مكة إلى الشرك وعبادة هذه الأصناع طبعا يتبعون في ذلك أهل الشام لأن أهل الشام أو قال لهم بأنني وجدت أهل الشام على هذه العبادة يعني فعبدوا هذه الأصناع كما يعبدها أولئك الناس فسمعوا كلامه وبدأت عبادة الأوثان والأصناع من دون الله والعياذ بالله سبحانه وتعالى إذن من هنا بدأت عبادة الأصناع وقدص على ذلك الحديث النبوي الشريف إذن أول صنم للمشركين وأعظمه عندهم كان هذا الهبل الذي جاء به عمر بن لحي الخزاعي كان مصنوعا من العقيق الأحمر وكان على صورة إنسان وكان في يده اليمنى مكسورة لما قادم به فجعلوا له يدا من ذهب صنعوا له يدا من ذهب وهو أول وأكبر صنم وأعظمه وأقدسه عندهم حتى أنهم كانوا يحلفون به والعياذ بالله سبحانه وتعالى هذه صورة تبين لنا أو مخطط بياني لمن أراد أن يتعرف أكثر على أنساب الصحابة الكرام وأنساب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قصي الجد الرابع طبعا المطالب وهاشم وعبد مناف وقصي الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم كان له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة عبد العزة هو جد خديجة رضي الله عنها أخت العوام ونوفل وحزام وعبد مناف طبعا كان له نوفل والمطالب وهاشم وعبد الشمس عبد الشمس ينتسب إليه الأمويون وهو والد معاوية رضي الله عنه مؤسد دولة الأموية وأبو سفيان رضي الله عنه الدولة الأموية نسبة إلى أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف وهاشم هو أخه عبد الشمس وإليه تنتسب الدولة العباسية إلى واحد من أحفاده العباس رضي الله عنه إذن هاشم ابن عبد المناف إذن فالدولة العباسية والأموية ينتسبا إلى عبد مناف هاشم وهو والد عبد المطالب والد عبد الله وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عبد المطالب له له ابن وهو العباس العباس ابن عبد المطالب وإليه تنتسب الدولة العباسية إذن هذا التصميم لمن أراد أن يزداد في معرفة أنساب الصحابة الكرام والأسرة النبوية الشريفة إذن في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتكلم عن الحياة الدينية الحياة الدينية في مكة وفي قريش ثم سنتكلم عن الحياة الاجتماعية حياة الدينية سنتكلم فيها عن بعض الصور من الشرك الأعمال كان موجود ثم سنتكلم عن الحياة الاجتماعية إلى تلك الحلقة بين الله سبحانه وتعالى وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى بين الله أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه كان معكم أخوكم أبل حميد مرابطة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة